بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري سجلت لنا المصادر التي ترجمت للسيدة نفيسة عليها السلام الكثير من الكرامات كشفاء المرضى وخلاص المصريين من الجفاف بزيادة ماء النيل ومن كراماتها عليها السلام ما يروى أنه حينما قدمت السيدة نفيسة إلى مصر ونزلت في دار فأقامت بهذه الدار عدة شهور كان بجوارها قوم من اليهود من جملتهم امرأة يهودية لها ابنة مشلولة مقعدة لا تقدر على الحركة فأرادت الأم أن تذهب إلى السوق فسألت ابنتها أن تأخذها معها فامتنعت البنت وقالت لها أمها هل تقيمين في الدار وحدك؟ فقالت لها لا أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة السيدة نفيسة عليها السلام حتى تعودين فجاءت الأم اليهودية إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك فأذنت لها السيدة نفيسة عليها السلام فحملتها الأم اليهودية حملت ابنتها ووضعتها في زاوية من البيت وذهبت قامت السيدة نفيسة عليها السلام وتوضأت فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من ماء وضوء السيدة نفيسة عليها السلام شيئا قليلا بيدها ومسحت الفتاة والبنت اليهودية على رجليها المشلولتين فوقفت في حينها فورا بإذن الله تعالى وهذه بركة وضوء السيدة نفيسة فكيف بوضوء الرسول الأعظم وأهل البيت عليهم السلام شفيت تلك البنت اليهودية المقعدة من الشلل في الوقت نفسه وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها مرض قط هذا والسيدة نفيسة مشغولة سلام الله عليها بصلاتها مستغرقة بذكر الله عز وجل ثم إن البنت سمعت مجيء أم أمها فخرجت من دار السيدة نفيسة حتى أتت إلى دار أمها فطرقت الباب فخرجت الأم اليهودية تنظر من يطرق الباب فدخلت البنت وعانقت أمها وقبلتها فتعجبت الأم كثيرا وأغشي عليها وبعد إن فاقت من غشيتها سألتها وكيف وقفتي على قدميك فأخبرتها ابنتها بقصتها كاملة فقالت هذه الأم اليهودية هذا والله الدين الصحيح وما نحن عليه من الدين ليس بصحيح ثم دخلت فأقبلت تقبل قدم السيدة نفيسة عليها السلام وقالت لها امددي يدكي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدكي محمد هو رسول الله وأن أجدادك الطيبين الطاهرين هم أولياء الله فشكرت السيدة نفيسة عليها السلام ربها عز وجل وحمدته على هداية هؤلاء القوم من الظلال ثم مضت المرأة إلى منزلها فلما حضر زوجها أبو البنت وكان اسمه أيوب وكان لقبه أبو السراية وكان من أعيان قومه ورأى ابنته على تلك الحال ذهل وطاش عقله من الفرح فقال لإمرأته ما قصتها فأخبرته بقصتها مع السيدة نفيسة عليها السلام فقال سبحانك هديت إلى هذا الدين إن شاء الله وسأترك تلك الظلالة والله يهدي من يشاء إلى الدين الصحيح ودين الإسلام هو الدين الصحيح ثم أتى أبو السراية أيوب إلى باب السيدة نفيسة عليها السلام فمرغ خديه على عتبة بابها وأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأن أجدادك الطيبين الطاهرين هم أولياء الله ثم شاع خبر البنت وإسلامها وإسلام أبيها وأمها وجماعة من الجيران اليهود هذه كرامة من كرامات السيدة نفيسة سلام الله عليها وهذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى هذا ما ورد في كتاب نجم الدولة صفحة 363 وكذلك في كتاب الآغة بزرق الطهراني في كتاب الطبقات وكذلك في كتاب الإمداد وسلطان زادة وكذلك الكتب كثيرة ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن نتمسك بالسيدة نفيسة سلام الله عليها ونطلب منها الحاجات في يوم ولادتها الميمون إن شاء الله وسوف نتكلم عن طريقي أو كيفية طريقة التوسل بالسيدة نفيسة عليها السلام وكيف تقضي لك الحاجات إن شاء الله وهو مجرب جدا 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 برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم سلام